اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة واسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم اللهم اجعله لقلوبنا شفاء ولأسقامنا دواء ولأبصارنا جلاء ولذنوبنا ممحصة وعن النار مخلصة اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائقنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا منهما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك وترضى به عنا اللهم اجعلنا ممن يحلون حلاله ويحرمون حرامه ويؤمنون بمتشابهه ويتلونه حق تلاوته اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمعلمينا ولمن لهم الحق علينا ولجميع المؤمنين والمؤمنات الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك اللهم اغفر لنا ولهم اللهم أكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم إنا نسألك بحق ختم القرآن الكريم أن تتكرم على مولانا أمير المؤمنين وصبط نبيك الأمين المحفوف بالسبع المثاني والقرآن العظيم جلالة الملك محمد السادس بما تكرمت به على أوليائك وأصفيائك اللهم زده من عظيم توفيقك وإحسانك وأدم عليه اللهم عزك ونصرك وتأيدك وأسبغيها مولانا ويا سيدنا ويا خالقنا على جلالته نعمة السلامة والعافية بحق الكافية الشافية اللهم احفظه في ولي عهده الأمجد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد أزره بشقيقه الرشيد مولاي رشيد واحفظه اللهم في سائر الأسرة الملكية الشريفة اللهم إنا نسألك ببركة القرآن الكريم وبأسرار ما فيه من الآيات البينات والذكر الحكيم أن تبوئ الملكين المجاهدين مولانا الحسن الثاني ومولانا محمد الخامس مقاما علي عندك واحشرهم اللهم في زمرة من أنعمت عليهم من النبيئين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين